بس أنا بنا نذكركم بس يعني ليه اليوم في موجة على فيتوريا مسيري النصر اللي تعاقدوا مع عدد من اللاعبين خل نشوف اللاعبين القيمة السوقية أبأختار لكم خمسة من لعبة النصر بس خمسة لاعبين في النصر ناخذ قيمتهم السوقية ونشوف إيش وجهة نظر مسيري النصر ليش يعتقدون أن المدرب لأنه قالوا نحن جايبين لك لعبة بمئات الملايين يعني يعني عندك مارتينيز ب12 مليون يورو يعني بحوالي 48 مليون ريال سعودي قريباً لخمسين مليون اللاعب الحالة حمد الله بستة مليون ومئتين ألف يورو يعني يتكلم بحوالي 26 مليون ريال مايكون بخمستاشر مليون ريال تقريباً عبد الفتاح عسيري بحوالي 11 مليون ريال سلطان الغنام تتكلم في سبعة مليون ريال يعني حوالي 50 مليون يورو بس يعني القيمة السوقية ربع مليار حوالي ربع مليار ريال فبالتالي الناس اللي جابت اللاعبة هذه يمكن ترى أنه فيتوريا مدرب النصر لم يحسن استخدام العناصر اللي موجودة عنده واللي هما يعتبرون من أهم اللاعبين اللي موجدين في الساحة يعني زي ما قال محمد بشوي يتكلم عن النصر فريق ثقيل طبعاً بالأرقام اللي نشوفها تكلم في ربع مليار يعني ما هو مو أي حاجة